أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقائي من جديد هيا بنا لنعد إلى درسنا مرة أخرى وفي هذا الجزء سنتحدث عن اختباء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور ثم وصوله للمدينة المنورة بسلام هيا بنا عندما علمت قريش بأمر الهجرة اجتمع عدد من شباب قبيلة قريش حول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه لقتله وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده في البيت فأوحى الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بخطة قريش وفضح أمرهم طلب رسول الله من علي رضي الله عنه أن يبيت في فراشه حتى يظن كفار قريش أنه لم يغادر بيته وطلب منه أيضا أن يقيم في مكة المكرمة أياما بعد الهجرة كي يرد الأمانات التي كانت عند رسول الله لأصحابها طلب رسول الله من علي بن أبي طالب أن يبقى في مكة المكرمة بعده كي يرد الأمانات التي كانت عنده لأصحابها وهذا يدل على اتصاف رسول الله بخلق الأمانة فقد كان يلقب بالصادق الأمين لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول فدائيا في الإسلام وذلك لأنه نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة النبوية الشريفة فاجتمع أولئك النفر من قريش وحاصروا بيت رسول الله ولكنه خرج من بينهم وأخذ حفنة من التراب فجعل يذروه على رؤوسهم وهم لا يرونه بإذن الله تعالى وكان يدل قوله تعالى من سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق الله العظيم وبعد ذلك خرج نبي الله من بين صفوف الكفار وقد جعل الله تعالى على أبصارهم غشاوة فلم يروه بأمر الله تعالى ولطفه فتوجه إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخبره أن الله تعالى أذن له بالهجرة إلى المدينة المنورة وخرجا معا من مكة المكرمة وتوجها إلى غار ثور الذي يقع جنوبي مكة المكرمة وبقيا فيها ثلاثة أيام فكروا جيدا بهذا السؤال ما أهمية اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ليكون رفيقا في الهجرة أجل أحسنتم يا أبطال اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دليل على اختيار الصحبة الصالحة والرفيق المناسب للطريق أثناء السفر لذلك احرسوا يا إخوتي على مصاحبة الأصدقاء الصالحين والابتعاد عن رفقاء السوء أريد أن أختبر فهمكم يا أحبابي بهذا السؤال لماذا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور عليه وسلم قد أخذ بالأسباب وعمل على تمويه المشركين حتى لا يجدوه نعود لدرسنا الممتع والشائق يا أعزائي حتى لا يجدوه استعان رسول الله ويخبرهم بمؤامرات قريش ضد حتى لا يجدوه الله وأبي بكر الصديق رضي الله عنه والآن يا أحبابي من منكم يعرف ما هو لقب أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولماذا لقبت بهذا اللقب؟ أجل أحسنتم لقب أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما هو ذات النطاقين وذلك لأنها شقت نطاقها نصفين لتحمل به الطعام والنطاق يا أعزائي حزام يشد به الوسط وكان خروج أسماء ابنة أبي بكر الصديق بالطعام والشراب مخاطرة كبيرة منها لحماية نبي الله وأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا دلالة على شجاعتها ودور المرأة المهم في الإسلام وصلنا يا أحبابي إلى محطة مهمة من محطات الهجرة النبوية الشريفة ألا وهي التوجه إلى المدينة المنورة اكتشفت قريش فشل خطتها في القبض على رسول الله وأنه قد أفلت من بين أيديها فراحت تبحث عنه في كل مكان وتضع جوائز كبيرة لمن يعثر عليه وفتشت الصحاري والجبال بحثاً عن رسول الله وأبي بكر الصديق حتى وصلت إلى باب غار ثور الذي اختبأ فيه هو وصاحبه عندها أمر الله عز وجل عن كبوتاً أن تنسج خيوطها وتبني بيتها على واجهة الغار أحسنتم وذلك لتضليل الكفار لأنه لن يخطر على بالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل إلى الغار وإلا كانت قد تمزقت شباك العنكبوت فصرف الله تعالى أبصارهم عن النظر إلى الغار ونجى رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بطش قريش وقد ذكر الله تعالى هذا الموقف في كتابه العزيز فقال في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم والآن استنتج الفائدة من الحديث التالي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما وهذا يدل على أن الله عز وجل ينجي رسله وأولياءه من المخاطر ويمدهم بالقوة والعزيمة والصبر على الشدائد وصلنا يا أصدقائي لمنعطف مهم في تاريخ الهجرة النبوية الشريفة ألا وهو مغادرة الغار تابعوا معي بكل حماس في صبيحة الليلة الثالثة من المبيت في الغار خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الغار وانطلقا ومعهما عامل ابن فهيرة رضي الله عنه ليخدمهما بطمس آثار أقدامهما بالغنم ثم سلكا طريقا غير الطريق المعروفة حتى لا يعثر عليهما أحد واستعانا بعبد الله بن أريقة ليدلهما على الطريق وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الطريق إلى المدينة المنورة إذ لحق بهما سراقة ابن مالك وكان يبحث عنهما للفوز بالجائزة التي جعلتها قريش لمن يعثر عليهما وهي مئة ناقة غير أنه كلما حاول الاقتراب منهما غارت أقدام فرسه في الرمال ولم يتمكن من ملاحقتهما فلما أيقن أنه لن يصل إليهما علم أنهما محفوظان بحفظ الله تعالى وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان وعاهدهما أن يخفي خبرهما فبشره النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك ولم يخبر قريشا بأمرهما بأن يكون له سوارا كسرا ثم عاد سراقة بن مالك إلى مكة المكرمة ولم يخبر أحدا بأمر رسول الله لأنه رجل صادق في وعده تحقق وعد نبي الله صلى الله عليه وسلم لسراقة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح بلاد فارس فحصل على سواري كسرا انتبهوا لهذه المعلومة يا أحبابي كسرا هو لقب يطلق على ملوك الفرس فكروا بهذا السؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة يعيش أحوالا صعبة ومع ذلك فقد وعد سراقة بن مالك بسواري كسرا فعلى ما يدل ذلك؟ يدل هذا على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقته بالله تعالى وبنصره وتأييده حيا على الصلاة والآن يا أصدقائي وصلنا للمحطة الأخيرة من محطات الهجرة النبوية الشريفة وهي الوصول إلى المدينة المنورة نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغادرة الغار ووصل إلى قباء التي تقع على مقربة من المدينة المنورة ومكث فيها أياما عدة وبنى فيها أول مسجد في الإسلام وهو مسجد قباء ثم غادرها متجها إلى المدينة المنورة فوجد المسلمين من مهاجرين وأنصار ينتظرون وصوله بشوق ولهفة فاستقبلوه بفرح وسرور وهم يرددون الأناشيد ابتهاجا بقدومه وتسابق الأنصار لاستضافة النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثم بدأ المسلمون ببناء المسجد الذي عرف بالمسجد النبوي وبنوا بيتا للنبي صلى الله عليه وسلم بجواره كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يا أعزائي انطلاقة لبناء دولة الإسلام وإعزازا لدين الله تعالى وبداية خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين تذكروا هذه المعلومة يا أحبابي المدينة المنورة هي أول عاصمة إسلامية لدولة يحكمها رسول مبعوث من الله تعالى والآن يا أعزائي الطلاق وصلنا لنهاية الدرس ولقد تعلمنا معا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس للإيمان بالله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام يثرب هو الإسم القديم للمدينة المنورة وسميت بهذا الإسم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها لقب الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير في الإسلام جاء اثنى عشر رجلا من الأنصار وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعدم ارتكاب المعاصي والفواحش وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الأولى جاء ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من الأنصار وبايعوا رسول الله على الحماية والنصر وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية أرسلت قريش رجلا من كل قبيلة لقتل رسول الله حتى يتوزع دمه بين القبائل ولا تقدر بنو هاشم على المطالبة بدمه فيقبلوا بالدية دار الندوة هي الدار التي كان زعماء قريش يجتمعون فيها لمناقشة شؤون مكة المكرمة وشؤونهم وكانت تضم ذوي الخبرة والحكمة والرأي الدية هي مقدار من المال يدفعه أهل القاتل لأهل المقتول لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول فدائيا في الإسلام وذلك لأنه نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة النبوية الشريفة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب مع أن المدينة المنورة تقع في الشمال وذلك لتمويه المشركين حتى لا يجدوه لقب أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما هو ذات النطاقين وذلك لأنها شقت نطاقها نصفين لتحمل به الطعام المدينة المنورة أول عاصمة إسلامية لدولة يحكمها رسول مبعوث من الله تعالى أتمنى أن تكونوا قد حصلتم على العلم النافع والمفيد لكم في الدنيا والآخرة إلى اللقاء يا أعزائي في درس جديد ترجمة نانسي قنقر